تخيل أنك تعزم واحد على عشاء بسيط ويجيب معه ثلاثة ألاف رجل يتعشون معه والعشاء في الأصل ما يكفي إلا ثلاثة رجال إيش بتكون ردة فعله؟ هذا الموقف حصل في هذه المعركة مع واحد من الصحابة كان اسمه جابري بن عبد الله رضي الله عنه بس النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أوامر يسويها فحصل شيء بيخليك عاجز عن الكلام من الصدمة معركة اليوم مليانة مواقف ومعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم ما عمرك سمعت فيها وبطولات صادمة للصحابة رضي الله عنه وأغلب هذه المواقف والبطولات والمعجزات ما عمرنا اسمعنا فيها ففيها شاف النبي صلى الله عليه وسلم قصور كسرة وقصور الشام واليمن وكانت خطة المسلمين في معركة اليوم خطة فارسية ما كانوا العرب يعرفون هذه الخطة واشتغل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة حتى نام من التعب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قصورت في القرآن وفيها أحداث كثيرة جدا واحتمال أنها تكون الحقيقة على جزئين بسبب أنها فيها أحداث كثيرة ولازم أقول لكم التفاصيل اللي موجودة في هذه المعركة لأنها جدا مثيرة وصدمتني ورح تصدمك زي ما صدمت جهز لك شي تاكل ولا تنسى تابعني في كل السوشيال ميديا أكتب أنس أكشن وبإذن الله أطلع لك منذ ما نطول بسم الله نبدأ كان في المدينة المنورة ثلاث قبائل من أهل الكتاب بنو قينقاح وبنو النظير وبنو قريضة اثنين من هذه القبائل خرجوا من المدينة أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم واللي هم بنو قينقاح وبنو النظير وما بقي في المدينة إلا بنو قريضة أجل النبي صلى الله عليه وسلم قبيلتين بنو قينقاح بعد معركة بدل بعد ما تحد النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال يعني ما يعرفون يقاتلون إنك لو قاتلتنا لا عرفت إننا نحن الناس وإنك لم تلقى مثلنا بعدها أخذتهم العزة بالإثم وتحرشوا في إمرأة حاولوا يكشفون جسدها فجيش النبي صلى الله عليه وسلم الجيوش وهربوا بنو قينقاح إلى الشام خوفا على حياته أما بني النظير فحاولوا يغتالون النبي صلى الله عليه وسلم مرتين وبعدها أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرجوا إلى خيبر وما بقي في المدينة إلا بنو قريطة طبعا بعد ما خرجوا إلى خيبر بنو النظير وفي سنة خمسة هجري يعني تقريبا بعدها بأشهر بسيطة كان وقتها الأرض جافة ما فيها نبات جات على الأرض موجة جفاف فما كان الناس يلقون الأكل والمزارعين حصدوا الزرع فأكلوا منه باعوا وتصدقوا فكان في حالة جوع في هذه السنة منتشر في كل القبال خرج من خيبر سادة بنو النظير وتوجهوا إلى مكة يبغون يقنعون قريش على أنهم يعادون للنبي صلى الله عليه وسلم ويتوجهون بجيش كبير يقتلون في محمد وكان فيهم حيي بن أخطط واللي كان هو السبب الرئيسي في إجلاء بنو النظير هو اللي صدق عبد الله بن أبي سلول في وعوده الكاذبة وكان سبب في إجلاؤهم إلى خيبر طبعا توجهوا هذا النفر من بنو النظير إلى قريش وأول ما وصلوا وسمع فيهم أبو سفيان قام يرحب فيهم بس أنهم قالوا لا يا أبو سفيان مو وقت الترحيب يا أبو سفيان اسمعنا نحن معك حتى نستأصل محمدا قال أبو سفيان إيش اشتبغون بالضب قالوا يا أبو سفيان حنا معك عشان نقتل محمد قال أبو سفيان هذا اللي جابكم قالوا إيه نعم أخرجنا محمد من يثرب وأتينا نحالفكم عليه نحالفكم على عداوته وقتله قال أبو سفيان إيش العيد اللي أنا فيها الحين مرحبا ألف مرحبا تريليون أحب الناس إلينا من أعاننا على عداوة محمد فقالوا الله يسلمك أبو سفيان بس اسمه عندنا فكرة ولازم تسمعنا فيها أخرج خمسين رجل من بطون قريش يعني من سادته وأنت فيه ندخل نحن وأنتم بين أستار الكعبة حتى نلسق أكبادنا بها ثم نحلف بالله جميعا ألا يخذل بعضنا بعضا وأن نكون كلمة واحدة نقاتل محمدا إلى آخر نفس ما حد يتراجع منا يا نقتله ينت قال أبو سفيان يا شيخ الله ليحرمني يا شيخ من وين جايت تبغى نطلع فوق الكعبة وكتبوا عقد بينهم ودخلوا بين أستار الكعبة يحلفون بالله ما حد يترك الثاني يا رأس محمد ياهم خلاص تم العقد بينهم وجوا بني النظير يخرجون من مكة يروحون للقبائل الثانية يحرضون بس أبو سفيان نادى عليهم يا بني النظير ألستم أهل العلم والكتاب الأول قالوا بني النظير نحن أهل العلم والكتاب الأول ماذا بك يا أبو سفيان فقال أبو سفيان أسألكم بالله ديننا خير أم دين محمد التفتوا بين النظير لبعض يعرفون بأن دين محمد خير مما يعبدون وقالوا أنتم تعظمون البيت ها أنتم تعظمون البيت وأنتم تقومون على السقاية سقاية الحجاج وأنتم خدام هذا البيت أنتم أنتم أفضل قطعا أنتم أفضل بس أبو سفيان شاف فيهم ترد فقالوا بين النظير تبغون دليل فسجدوا بين النظير كلهم لأصنام قريش فاقتنحوا قريش بعدما سجدوا بين النظير إلى أصنام وما كانت من عادات بين النظير ولا قبائل أهل الكتاب أنهم يسجدون للأصنام فخرجوا سادة بين النظير دولة ولفوا بقية القباح فبدوا يقنعون بقية القباح وجلسوا على هذا الحال إلي جمعوا جيش بأشرة آلاف محارب ثلاثمية فارس منهم وألف وخمسمية بعيد ومن العشرة آلاف محاربة دولة أربعة آلاف من قريش فعشان كذا كان أبو سفيان قائد على هذا الجيش الحين الخطة اكتملت بس حيي ابن الأخطب كان عنده فكرة ثانية فكرة جديدة بس احتفظ بها لنفسه فكان في عقلها أنه بنوا قريضة في المدينة وهم على نفس ملتهم صح أنه بينهم وبين محمد عهد بس برضو لو أقنعناهم يهجمون من الداخل كذا بيتدمر محمد مستحيل مية في المية أنه ينجو بس احتفظ بهذا الفكرة لنفسه وصل الخبر للمسلمين بأن جيش من عشر آلاف رجل جايين يغزون المدينة أمر كان جدا مرحب فاجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة يشاولهم في الأمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير بكثرة في أوقات الحروب من يحتكر الأمر لنفسه فكان بعض الصحابة يقول نخرج خارج المدينة ونقاتلهم خارج المدينة وكان البعض والأغلبية يقولون لا نجلس في المدينة ونقاتلهم من داخل المدينة فجالسوا يتنازعون ويتناقشون حتى اجتمعوا على إنهم يبقوا في المدينة بس كان بينهم رجل ما كان عربي كان مسلم بس ما كان عربي كان فارس الأصلي كان اسمه سلمان الفارس قال يا رسول الله أنا عندي شيء أنا عندي رأي يا رسول الله مختلف عنكم كم رأيي يا رسول الله إن في بلادي فارس إذا تحزبت الجيوش علينا وتخوفنا الخيل خندقنا علينا حفرنا الخنادق فيصير صعب على المشاه والفرسان أنهم يتجاوزون هذا الخندق فهل لك يا رسول الله أن نبقى في المدينة ونخندق عليها اندهشوا المسلمين من الفكر كانت الفكرة جدا رهي طريقة ما كان يعرفونها العرف طريقة جديدة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأنهم يطلعون المساحي والفؤوس والمعاون عشان يبدون في الحفر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم 3000 رجال بأنهم يحفرون الخندق يعني كان جيش المسلمين 3000 رجل فقط بدأ المسلمين يحفرون الخندق ما كانوا الصحابة وحدهم هم اللي يشتغلون نزل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وحفر معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر مع الصحابة الخندق يشتغل معهم وينشدون مع بعضهم كانوا ينشدون الأنشي وكانت معنوياتهم جدا مرتفعة وجدا عالية ولا كأنهم بيواجهون عشر آلاف رجل وهم ثلاث آلاف فقط في قلوبهم طمأنينة وإيمان ويعلمون بأنهم على الحق وأن الله سبحانه وتعالى سينصره مع أن يا جماعة الخير الأمر كان جدا صحب كان الصحابة رضي الله عنهم من احترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم محد يطرع من الحفظ يلين يستأذى من النبي صلى الله عليه وسلم في أخذ إذنها محد يقدر يروح والنبي صلى الله عليه وسلم يشتغل فكان إذا اشتدت به الحاجة مرة إلى درجة قوية يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويستأذنها ويأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الشيء عكس المنافقين المنافقين كانوا يتسللون ويشردون من دون إذن وإذا انقفط قال عندي الفقرة الخامس عشر ثين زلاق يعني أنا أتعب يعني جاب عذر جدا تحفر فأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم قرآن ووعيد شديد لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الحفر شي صعب جدا وإذا قد حفرت قبل كده بتعرف أن الحفر شي مو بسهل تجلس تحفر أربع ساعات تعتقد بأنك حفرت شي كبير وتلقى أن الحفرة جدا بسيطة من غير الصخور اللي تواجهها واللي برضو واجهت الصحابة رضي الله عنه واجههم صخرة كبيرة جدا ما قدروا يكسرونها فتجمعوا عليها أقوياء الصحابة يضربونها بالفؤوس والمساحي وما قدروا فيها أبدا فراحوا يشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا لأن هذه الصخرة جدا قوية ما قدرنا فيها يا رسول الله جلسنا نضرب بالمساحي والفؤوس وما أفادت تفكر النبي صلى الله عليه وسلم طلب فأس ولا مسحة ولا قلهم حاولوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإناء من ماء جابوا لها الصحابة رضي الله عنهم الماء فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الماء وتفل في الماء وبعدها رفع يديه للسماء ودع الله سبحانه وتعالى وجلس يدعي 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 والصحابة رضي الله عنهم يطالعون في النبي فدع النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدها أخذ الماء هذا كبكب على الصخرة فقط وقال يقولون الصحابة اللي حضروا هذا الموقف هو الذي بعثه بالحق نبيا لنهالت حتى عادت كالكثيب لا ترد فأسا ولا مسحا سارت زي التراب الباقي من صخرة شديدة إلى تراب مفتت الموقف هذا خل الصحابة يعود فيهم الحماس والقوة لأنها معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أمام عيونها فقاموا الصحابة يحفرون وكان سلمان الفارسي من اللي أبدعوا في الحفو وكان كل مجموعة من الصحابة على منطقة وكان سلمان الفارسي على منطقة لوحدة كان يحفر المنطقة هذه لوحدة من مهارتها في الحفو ومع الشغل المتواصل جاء الصحابة جاءهم الجوع وفي السنة هذه ما فيه أكل المدينة فاضية من الأكل يعني ما فيه إلا أكل بسيط فكان بعض الصحابة يستأذى من النبي صلى الله عليه وسلم عشان يربط على بطنه الحجر مو يروح يأكل يبغى يربط فقط على بطنه الحجر من الجوع عشان يخفف ألم الجوع كان جابر بن عبدالله رضي الله عنه يحفر معه وكان يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم تعبها الجوع وكان عن جابر شاه صغيرة صغيرة الحجر مية كبيرة شاه صغيرة ما فيها ذاك اللح وشيء من الشعير يقول شفت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة وقلبي ما طاوعني إني أشوفه زي كده ولا أقدر أتصرف يقول فأمرت زوجتي أن تطبخ لنا الشاه هذه وتسوي لنا هذا الشعير خبز وقلت لها إني شفت النبي صلى الله عليه وسلم مسه الجوع في يوم تجهز الأكل وصار جاهز راح جابر بن عبدالله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله قد صنعت لك يا رسول الله طعا تعال يا رسول الله واخذ معك واحد ممن تحب فشبك النبي صلى الله عليه وسلم يده بيد جهب ونادى في الصحابة أجيبوا جابر يدعوكم فقام المنادي ينادي ثلاثة آلاف رجل يجون يأكلون في بيت جابر رضي الله عنه الشاهة الصغيرة هذه وقطعة الخبز البسيطة يقول جابر فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله إنها الفضيح خلاص أن فضحت جلست أنت بحظ فقل يا فضيحتي النبي ناداهم كلهم والأكل ما يكفي واحد فركض جابر رضي الله عنه لزوجته يقول لها إن ثلاثة آلاف رجل من الصحابة جايين يأكلون الأكل فقالت زوجته أنت دعوتهم ما قلت لي بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيجيو قال جابر مو أنا اللي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه فقالت زوجته دم النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلم جلس جابر رضي الله عنه على أصحاب وصل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل مع عشرة من أصحاب وقال لجابر يا جابر اغرفوا وغطوا البرمة وأخرجوا من التنور الخبز ثم غطوه يعني لحد يشوف غطوا القدور بعد ما تغرفون منها فسمى النبي صلى الله عليه وسلم وأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرة من الصحابة فكان كل شوية يدخل أشرة يأكلوا من الأكل الين يشبعون ويخرجون ويغرفون من جديد وجلسوا على هذا الحال حتى أكل قرابة 3000 رجل من الصحابة أكلوا وشبعوا والقدور مليانة ما نقص منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر وزوجته كلوا وأهدوا يعني كل اللي تقدرون عليه وأهدوا البقية ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يردد على لسانه اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر في ردون الصحابة عليه نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا ترى هذه المواقف عجيبة جدا والأجواء مليئة بالإيمان والإخلاص والتوحيد يعني يكفيك هذا الموقع ب3000 رجل على شاهر وقطعة خبز يعني هذه الوجبة يلا يلا تكفي شخص كيف لك ب3000 رجل جلسوا الصحابة رضي الله عنهم يحفرون إلين جاء الليل وصلوا الصلوات وباتوا في ذيك الليل صحي الصحابة اليوم الثانية على شغل وجوع وصل بهم الجوع إلى مراحل قوية جدا ما في أكل يأكلونها بس كان لازم يسرعون في الحفر لأن الوقت كان مو معلوم له في أي وقت المشركين بيظهرون عليهم فلازم أنهم يسرعون كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجسمه الكبير يضرب في صخرة بالمسحار في حجر صلد قوي ما قدر فيه عمر بن الخطاب يضرب فيه يضرب فيه بأشد قوته بس ما قدر فيه فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول من عمر رضي الله عنه بعدما شاف عزة في كسر هذا الحجر فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يدها بهذا المعون فضرب الحجر فطلع من الحجر مثل البر مثل الشرار وانكسر ثلث الحجر فانتبه سلمان الفارسي لهذا الشرار لهذا البريق وجلس يناظر باستغرار فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بالضربة الثانية فطلع شرار وانكسر ثلث الصخرة وسلمان الفارسي مندهش من اللي جالس يشوفه فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثالثة فطلع شرار من الصخرة مثل البر وتكسرت الصخرة السلمان الفارسي مندهش من اللي شافه فقال يا رسول الله كل ما ضربت ضربها طلع مثل البرق ما هذا يا رسول الله كل ضربة أضاءت ما تحته قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد رأيت ذلك قال نعم يا رسول الله فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت في الأولى قصور الشام في أول ضربة رأى النبي صلى الله عليه وسلم قصور الشام ثم رأيت في الثانية قصور اليمن ثم رأيت في الثالثة قصور كسرة فوصف النبي صلى الله عليه وسلم قصر كسرة لسلمان الفارسي وهو يعرف قصر كسرة هو فارس قال سلمان رضي الله عنه صدقت والذي بعثك بالحق وأشهد أنك رسول الله يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيح في قصور كسرة قال سلمان للنبي صلى الله عليه وسلم إيش يعني هذا يا رسول الله إيش يدل عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه فتوح يفتحها الله عليكم بعد يا سلمان وهذا فعليا اللي حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فتحت اليمن والشام وكسر استمر الصحابة رضي الله عنهم والنبي بالحق وجلسوا يحفرون يحفرون ويجتهدون في الحفر إلين انتهوا من الحفر بفضل الله سبحانه وتعالى فصار المسلمين الحين محوطين بجبل من الخل وجبلين من الجم وخندق من الأمه بس كان في منفذ اللي هو من عند بني قريضة يعني بني قريضة كان يعتبر منفذ من الخل بس كانوا الصحابة رضي الله وعنهم والنبي صلى الله عليه وسلم متطمنين بأن بينهم وبين بني قريضة عهد وعقد أهم شيء إنهم الحين انتهوا كانوا مهلوكين من الجوع والتحال فمرت بنوتة صغيرة من عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيدها شيء فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تعالي يا ابنية ما هذا الذي معك فقالت يا رسول الله تمرات بعثتني بها أمي لأبي وخالي عشان يتغدون عليها فمد النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال لها هاته أعطيني التمر فحطت البنوتة الصغيرة هذه التمرات في يد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمرات قليلة جدا ما مل التمر يد النبي صلى الله عليه وسلم من قلة ففرش النبي صلى الله عليه وسلم ثوب على الأرض وحتى التمرات القليلة هذه في الثوب الكبير هذا وقال لواحد أصرخ في أهل الخندق أن هلموا إلى الغداء غداء على التمرات البسيطة ذي هذه يلا يلا تكفي نص بطن فاجتمع أهل الخندق كله قرابة ثلاثة آلاف رجل على التمرات البسيطة هذه اللي أرسلت لشخصهم يقولون الصحابة اللي حاضروا هذا الموقف جعلنا نأكل من التمر وجعل يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وإنه ليسقط من أطراف الثوب بارك الله سبحانه وتعالى التمرات البسيطة القليلة هذه إلى درجة أن يخرج التمر ويتساقط عن الثوب فأكل أهل الخندق كلهم إلي شبعهم من التمرات البسيطة وكسر هذا الهدوء والسلام في المؤمنين خبر جاء لهم بأن قريش قربت وإن الأحزاب تحزبت وصارت قريبة منهم فتجمعوا الصحابة بالسهام والحجارة والرماع حول الخندق فصار المهاجرين في طرف والأنصار في طرف وحوطوا بالخندق من أولة إلى آخر بس المشركين ما كانوا عارفين إش اللي منتظرهم ما كانوا يدرون إش اللي قدامهم ما كانوا يعرفون إنا قدامهم خندق عميك والصحابة منتظرين والجيش جاي من آخر الدنيا جيش كبير جدا عشر آلاف محارف حلفوا بالله ما ينزحبون إليه يجيبوا الرأس محمد بس انصدموا بخندق عميك جدا أمامه فطاح بعضهم تحت واللي وقفوا سقط وتكسر حصلت الحوادث يوم وقفوا عند الخندق لأن الخندق كان عميك جدا وقفت قريش وطالعت في هذا المنظر شي جديد على العرب ما عمرهم شافون أول مرة يشوفونها العرب إيش هذا الخندق فرجعوا سادة قريش يتناقشون مع بعض إيش الموضوع ما نعرف طريقة القتال هذه ما عمرنا عرفناها أصلا قام أبو سفيان في سادة القبار جلس يناقشهم في موضوع هذه المعركة وقرروا يخيمون إلى نين وبدوا يتناقشون في ذيك الليلة في خطة هلقي خطة فقام حويه ابن أخطة قال أنا عندي خطة خطتي مع بنو قريضة أنا أعرف المدينة كويس في منفذ من الخلف من عند بني قريضة بس أن بينهم وبين محمد عهد وعقد بأنهم يوقفون معه بس يا أبو سفيان أنا أعتقد أن هذه الفكرة كويسة أنا بروح لبنو قريضة وأحرضهم على أنهم ينقضون العهد وفعليا راح حويه إلى بني قريضة بس أول ما سمع سيد بني قريضة أن حويه جاي في الطهيك قفل الحصون قفلها كلها جلس حويه ينادي على كعب من خلف الحصون ينادي يا كعب اللي هو كان سيدهم كعب ابن أسد يا كعب رد علي يا كعب أنا حويه ويحك يا كعب افتحني قال كعب إليك عنا إليك عنا يا حويه إنك رجل مشؤوم وماني بناقض العهد اللي بيني وبين محمد فما رأينا من محمد إلا الوفاء والصدق وما رأينا منك إلا الخيانة فقد خنت قومك وكنت سبب في إجلاؤهم فاغرب قال حويه يا كعب يا الله يا كعب افتح لي طيب خليني أكلم فرد علي كعب ما أنا بتاع الأغرب فقال حويه والله ما تبغى تفتح لي إلا أنك ما تبغى نيأكل من أكلك وأشرب من شربكم وأنتم تعلمون بأنها سنة قحط والله إنك لبخين فاشتب الغضب في كعب إلا البخل هذه ما هي من صفاتنا افتح الحصون خلونا نشوفش عندنا فقال حويه لكعب ويحك يا كعب أتيتك بعز الدنيا جيش كبير عشر آلاف محارب لقد تحالفنا مع القبائل ودخلنا بين أستار الكعبة يا كعب إن محد يخون الثاني أبدا وإنا لصادقون قال الكعب والله لا تتروش بالزمزل وخر عني لست بفاعل ما بخون محمد وخر عني قال حويه يا كعب اسمعني أنت أنت من تفاعل خليني أشرح له وجلس يحاول فيه ويقول له إن الخطة مضمونة وإن لك علي إن إذا حصل لكم شي وإن سحبنا إني لا أدخل معك الحصن ولا أموت معك جلس يقنع فيه فإلين اقتنع كعبه كارث وافق ورجح حويه إلى قريش يقول لهم بأن بن قريضة وافق وافقوا على نقض العهد بدأوا الصحابة يلاحظون ملامح الغدر على بني قريضة بدأوا يدخلون حصونهم ويقفلون فراح بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون للنبي عن هذه التصرفات وإن فيه احتمالية غدر فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسول لبني قريضة يكلمهم في الأمر يقول لهم مش عندكم مش فيكم قاعد تسوون هذه الحركة فراح هذا الرسول لبني قريضة قال لهم يا بني قريضة كيفكم مع عهدنا عهد محمد فطلع كعب قال من هو محمد ما نعرف محمد عهدنا مع الأوس ليس مع محمد فلا نعرف محمد خلاصنا بان الغدر واضحة كلام صريح بالغدر بأنهم غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فرجح هذا الرسول للنبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي بغدر بني قريضة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ما يطلعون هذا الخبر لأحد ويبقى الخبر سر بينهم ناموا في الليلة وكان الجوع يقطع بطون الصحابة والتعب والإرهاق والخوف فكانوا الصحابة تعبانين لدرجة قوية بس أول ما صبحوا صباح اليوم الثاني صحيوا على فاجهة فخرجوا الصحابة من خيامهم على أمر عظيم ما كان أحد متوقع إلين هنا ما وصلنا لنهاية القصة لأنه راح يكون بإذن الله لها جزء ثاني والقصة طويلة جداً على أني أكملها في مقطع واحد فبإذن الله راح نكملها في الجزء الثاني الجمعة الجاية بإذن الله إلين هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أصافرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته